صبع لحضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر وفقرة خاصة بمناخ الاستثمار في مصر ونحن نتكلم على مناخ الاستثمار في مصر لابد أن نتحدث عن صندوق مصر السيادي يكون بيعتبر هو حلقة الوصل ما بين المستثمرين والدولة لدعم وتهيئة مناخ الاستثمار علشان كده الصندوق وقع اتفاقيات بقيمة 83 مليار دولار مع 9 مطورين في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وده خلال مؤتمر المناخ كوب 27 اللي بينعقد في شرم الشيخ وآخر أيامها تكون غدا بمشيئة المولى عز وجل الاتفاقيات دي بتنعكس أو بتعكس دور صندوق مصر السيادي في جذب الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية زي الطاقة الجديدة والمتجددة زي الهايدروجين الأخضر وتحلية المياه خلونا نعرف دور الصندوق في تحول مصر لمركز إقليم للطاقة المتجددة في المنطقة من الدكيتور يوسري الشراءوي الخبير الاقتصادي اللي بنوارنا في اليستوديو في صباح الخير يا مصر صباح الخير يا دكتور صباح الخير دكتور دكتور عاوزين نعرف الأول أهمية صندوق مصر السيادي في جذب الاستثمارات خلوني في البداية بس أقول إن صندوق مصر السيادي ده صندوق أسس بالقرار أو القانون 177-18 وعد Pharmств 77. 18-20 فكرة الصندوق إنه أول مرة مصر تدقل في مجال السنديق السيادي سيادية يعني الصندوق فيه أصول مملوكة للدولة وهذه الأصول بجانب استثمارات ويدير هذه الاستثمارات بالشراكة مع المستثمرين سواء مستثمرين محليين أو مستثمرين أجانب وده فكرة الصندوق أنه بيمثل جزء جميل جدا من حل العديد جدا من المشكلات أو من التأخرات أو من الاتفاقيات اللي ممكن ما يكونش فيه مرونة للدولة وأجهزتها اللي كانت بتشتغل قبل كده في تسهيل وإصراع العمل على هذه الاستثمارات واجهزة بهذه الاستثمارات بقرية إدارة استثمار مباشر بشكل يعطي نتائج جيدة ونتائج مميزة نتائج سريعة كبير نتائج سريعة ونتائج جيدة ونتائج مميزة وبالتالي ده بيقول إيه بقى اقتصاديا أو استثماريا بيعظم الربح ويعظم العائد على هذه الاستثمارات لما يكون عندك قصور لما يكون عندك قصور لما يكون عندك مباني لما يكون عندك أراضي وإنت ما تشعر ابتديرها نظرا ليه عرقيل أو مشاكل كتير جدا أو غابات من القوانين أو غاء فبتشكل الدول بتشكل بتمسك الثروات السيادية دي اسمها الثروات وسندوق ثروات سيادية تحط الثروات دي داخل صندوق وتعمله قانون خاص بالتعامل وبالسهولة ومبنط التعامل وبالتالي الأصول مع فلوس أو استثمارات الاثنين مع بعض سواء في شركة استثمارية محلية أو داخلية وتعمل منه بقى سندوق فرائية يعني هو الصندوق الرئيسي فيه سندوق فرائية ممكن يبقى فيه صندوق الطاقة فيه صندوق الاستثمارات المباشرة في الانتاج الحيواني أو في الزراعة يعني فيه صندوق رئيسي داخله سندوق فرائية أفرع وبالتالي بياخد فرصة بهذه القوة بتؤدي إلى دخوله في استثمارات ممكن تبقى داخل الدولة أو خارج الدولة المهم أنه يعظم العائد على الاستثمار عشان يعظم الفايدة وبالتالي ده بيؤثر في استغلال الأصول الموجودة وهندي أمثلة طبعا على كده المباني أو اللي كانت في وسط البلد بعض المباني الكبيرة المعروفة زي مجمع التحرير أو أول آخره كلها دخلت للصندوق وبقى لها تقييم وبقى لها سعر يعني الصندوق النهاردة فيه أصول بأكثر من 672 مليون دولار وبالتالي يقدر يخش يجي صندوق تاني صندوق آخر مثلا في بوظابي أو صندوق آخر في أي دولة يقولوا أنا داخل معاك بعشرة مليار دولار أو بعشرين مليار دولار عشان أعمل معاك كذا عشان نشتغل في استثمارات كذا أنت عندك الأصل وأنا عندي لقص المال فأنت داخل بأصل قيمته كذا وأنت داخل بأصل قيمته كذا فأنت من استثماره بقيمته كذا افتح بقى فرص عمل قال البطالة اشتغل قويس عظم الربح دخله في النتج المحلي الإجمالي بتاع دولتك دي لغة جديدة فكرة تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة بالزبط طبعا بتتعكس نتج القومي إعادة استغلال الثروات السيادية والأصول بفكرة صندوق بإدارة مختلفة وإدارة محترفة لإدارة الأصل والتعظيم العائد على هذا الاستثمار فكرة أن الصندوق بيخصص له فلوس أو أرقام محددة يمكن إحنا عندنا دلوقتي حوالي أربع سندوق فرعية كل واحدة تقريبا ممكن تكون مزانيتها بتوصل لتلاتين مليار جنيه إحنا عندنا خطة طموحة أن نوصل بتوتل الفلوس أو إجمالي النقود المخصصة لتريليون جنيه قريبا ولكن لو إحنا قلنا أن الصندوق بيشتغل على شوية حاجات زي ما حضرتك قلت أو عنده بالفعل تجربة نجحة في أنه هو يكتذب استثمارات في مجال الطاقة إحنا شفنا تجربة نجحة في الفترة اللي فاتت إزاي قدر يتعامل؟ إزاي حضرتك تقول لنا قدر يجذب الاستثمار الأجنابي بالمنظر ده بحيث أنه يدخل بنقد كتير في وقت قليل زي ده طيب فهو الفكرة بس برضو عشان إحنا نتكلم حنربط الكلام ده باللي اسمعناها مؤخرا في مؤتمر الطاقة الملخية ويمكن إحنا شفنا أنه مصر وقعت على اتفاقيات بالـ 83 مليار دولار والتفاقيات دي يمكن عشان نوضعها للسيدة المشاهدين اللي معنا أنه صندوق مصر السيادي اللي بترقصه المدير التنفيذي بتاعه وترقصه وزارة التقديد سيدة وزيرة التقديد ودكتورها للسعيد ده بالشركة أو المتحالفين التسعة في العالم الشركات القبرى اللي بتشتغل في مشاريع الطاقة أو الطاقة النظيفة أو الطاقة المتجددة وهنا بنتكلم على رؤوس موضوعات يعني ممكن تخش فيه شركة بتعمل توريد معدات شركة بتعمل استشارات في مجال الطاقة النظيفة شركة بتعمل تدريب في مجال الطاقة النظيفة أو الطاقة المتجددة أو الصرف البيئي أو التعامل مع كل دي بتأثر في التغاية المنغية الخطوط العديدة دي كل واحدة منهم تحتها مجموعة من الأنشطة ومجموعة من الشركات القبرى العالمية اللي بتشتغل في هذا المجال الشركات دي أو الاستثمارات الكبيرة دي عشان تدخل لازم تدخل على زي ما بيقولوا كده بلاتفورم أو تدخل على مكان جاهز لاستقبال أو التعاون مع هذه الاستثمارات فمش هيدخل يتعامل معها غير مع كيان اقتصادي إلى حد كبير مبدئيا يدار إدارة استثمارية اعترافية اتنين اللي يكون عنده عملية مرونة في التعامل تلاتة يعلم تماما كافية التعامل مع المستثمارين وطلباتهم وأداءهم وصوراتهم لأن هم الاثنين أصحاب هدف واحد الحفاظ على الإدارة الاستثمارية المباشرة الجيدة لتعزيم العقل وبالتالي ده كمان الصندوق بيمثل بيأخذ البار بتقول أنه بيدير أصول الدولة وبالتالي هو عنده صلاحية أو عنده كتير جدا من الأعراقية اللي يقدر يتخطاها وفقا لصحيح القانون اللي أسس من بيأو صدر بيأتأسيسه وبالتالي هذه الدول لما جلست في مؤتمر المناخ وخليني برضه أقول هنا أنه الاتفاقيات عبارة تبدأ من عام 25 لعام 35 هم عشر سنين والاتفاقيات دي 89 مليار دول في منهم أكتر من 80% منهم هيكون عبارة عن توردات لمعدات وآلات وحاجات خاصة بمشاريع الطاقة الجديدة والطاقة النظيفة والتحية المية والعشرين في المية عبارة عن فلوس دولارات سهيلة يعني بنتكلم على سبعتاشر مليار دولار هيبدأ ضخهم من عام 25 يعني البداية احنا التجهيز من 25 طبعا لمشروعات لأكتر من المشروع وبالتالي هي دي اللي احنا عايزين نوضحها بس خليني قبل الموضح دي أنا عايز بس أفهم سادة المشاهدين يعني إيه تغيرات مناخية لأن احنا عددنا مشكلة كبيرة جدا وبتلمسني إزاي دكتور أنا عايز أركز أكتر في النقطة الثانية لأن احنا يمكن على مدار المؤتمر كله حاولنا نناقش فكرة التغيرات المناخية وتأثيرها سواء على الناس أو على الاقتصاد أو على المناخ لكن لو حالك تقول هيا اقتصاديا حتى العاكس إزاي خصوصا مع أن احنا بنقول أن الصندوق السياد ساعدنا في أن احنا نكتذب هذه طبعا ما فيش قدر شك أنا أنا متكلم على اقتصاديا لو تكلمنا مثلا على قطاع زي قطاع الزراعة ده بيقع عماد من عماد معظم المحاصيل الزراعية بتتأثر حاليا بتأثر للتغيرات الاقتصادية والتغيرات المناخية طب هتحتاج تكريف التكريف دي عشان تأمل ايه عشان تتغلب عشان تتغلب من التحتاج للتغلب على التغيرات المناخية وبالتالي انت عندك نظم رأي زكي نظم رأي حديث زراعات مغطاة مغطاة والكلام الكلام ده تدخل عليه عشان تخش عليه بقى لازم يكون محتاج استثمارات أو محتاج تمويل على الشركات التي تقدر تتكيف تتكيف معدار اقتصادية لان النهاردة لما تتكلم على برضو اقتصاديا احنا كان لازم يتفهم عالميا وامام العالم في مؤتمر زي ده انه افريقيا والمؤتمر يعني تمت الدعوة من مصر باسم القرى الافريقية فلنعرف ان القرى الافريقية دي بتؤثر في التغيرات المناخية بتاتة في المية باقي دول العالم الصناعية بتؤثر في اجمال التغيرات المناخية في العالم بسبعة وتسعين في المية وبالتالي هنا في حاجة اسمها اقتصاد التأثيري يعني انا النهاردة راجل بنتج وببيع في سوقك وانا اللي بأثر على العالم بكل انبعثات كربونية خاصة بالمصانع وبالطيران وبالسيارات والاخر وباجي بيع عندك في سوق طب هذا التأثير اللي انا هيجي لي واتأثر فيه حتى في زراعك وفي اقتصادي انت المفروض تكون شريك معايا عشان كده احنا قلنا ان القرى محتاجة مش اقلل من 100 مليار دولار كبداية في التغيرات المناخية ده اقتصاديا فبالتالي انا لما يحصل عندي مشاكل زراعية ومحاصيل زراعية يعني يحصل فيها مشكلة وبالتالي تؤثر فيه الصناعة اللي تعتمد على النتج زي القطن مثلا زي 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 هتأثر في الصناعة وهتأثر في اقتصاد بعض الدول هنا المشكلة الاقتصادية لازم نبقى اخذين بالنا انه اللي بيحصل في التغيرات المناخية وطبعا ما فيش ادنى شك ان احنا عندنا حاجتين ان دايما كنت اقول ان زيادة السكانية الزيادة السكانية العالمية والمحلية هي قسم مشترك اعظم جنب التغيرات المناخية في كل المشاكل يعني النهاردة المصنع اللي كابين تجي واحدة 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 بس او عشر وحدات او مية واحدة النهاردة بنتجي عشر تلاف واحدة وبالتالي حجم استعلاقه للطاق وحجم ببعثاته بتزيد جمهورية مصر العربية من عشرين سنة اتصاديا بنتكلم مثلا على خمسة ستة مليون سيارات يمكن ده ساعد مثلا الفكرة احمد من توقيع مصر مع الامارات المذاكرة الاطارية الخاصة بانتاج الوقود الاخضر يمكن ده بنتكلم في ان هو بنحاول نقلل المشكلات اللي بتحصل مثلا من الوقود يعني بنتكلم في نفس الاطار التخارج من الوقود الاحفوري للوقود بالزبط الخروج من الوقود الاحفوري الخروج الى المشاريع التي او الوقود او الطاقة قليلة الانبعاثات الكربونية عموما وهي بسموها الطاقة التقليدية وبالتالي احنا يمكن اعلن او في هذا المؤتمر ان مصر ستتصل الى يعني او بتستهدف قريبا الى الوصول عام عشر تلتين الى الاربئين في المية من انتاج الطاقة الكهروائية من طاقة نظيفة دخول الاتفاقية زي اتفاقية الامارات دخول الاتفاقية من في اكتب اتفاقية حتى المشروع اللي تم عرضه في قناة السويس كل هذه المشروعات مشروعات هامة جدا الخصب الهيدروجين الاخدر والامونيا للخضراء وبالضغط الهيدروجين الاخدر اامونيا خضراء بالطاقة بديلة الطاقة متجددة طاقة شمسية تحليط نية بالطاقة الشمسية كل المشروعات تتجه الى هذا الاتجاه طب احنا بنتجه الاتجاه ده ليه ان التحديات والتأثيرات زائد يتم ادرته من قبل الصندوق السيادي بزبط ويمكن يا دكتور هنا احنا بنتكلم على نوع من انواع الوقود في استدامة يعني اذا تحدثنا عن الوقود الخاص بي ووقود احفوري او البترول حتى هو يعني قد ينفذ وفكرة استخدام مصر للغاز الطبيعي هو بيكون احتياطي وليه عمر زمني لكن محطات الطاقة النظيفة سواء كانت رياح سواء كانت هيدروجين اخدر كل دي لها نوع من انواع الاستدامة وعمر افتراضي اكبر لكن هنا انا عاوز اتكلم تحديدا على دور الصندوق في البحث على الفرص الاستثمارية المتاحة ودراستها وتحولها لمشروعات يتم عرضها على القطاع الخاص هو الميزة الجيدة جدا في الصندوق بصراحة وفي الحقيقة لانا لمسته في فترة اخيرة ولانا متابعته من اكتره 18 انه الاضارة الاستثمارية في استثمارات المباشرة في القطاع الخاص تختلف كل وجزء عن لما يكون عندك اصل وعندك فرصة وانت ما انتش قدر بادارة احترافية تديرها نظرا لظروف قوانين وغابات من القوانين المتدخلة النهاردة الصندوق بيجي عنده فريق عمل وفريق احترافي من البحثين صحيح وعنده فريق الاقتصاديين وبيشوف الفرصة الاستثمارية وبيقدر يدرس الفرصة الاستثمارية كويس ويعمل لها دراسة جدوى جيدة جدا ما هيش دراسة لانه هو مش ما عندهش مشكلة خالص غير ان هو يكون مدقق دراساته بشكل جيد وبالتالي فكرة الدراسة اللي بتتماشى مع مطلبات القطاع الخاص والعالم بالزبط وبعدين عنده طريقة عرض جيدة على المستثمر وعنده طريقة عرض مقنعة على المستثمر لانه بالنهاية هو بيتحاسب على مكساب مخصارة لانه في النهاية بتحاسب على فكر استثماري هنا التحول الايدولوجي من الادارة الحكومية فقط الروتينية الى ادارة اقتصادية حديثة مرنة وبالتالي لما بيقعد مع المستثمر زي ما بيقولوا كده بيتكلموا نفس اللغة بيتكلموا لغة واحدة بيتكلموا لغة لغة المكسب والخصارة لغة التعظيم الربح فبالتالي وتأمينه واستقراره وكيفية الدخول والخروج وسهول الدخول والخروج اللي كان ممكن تواجه استثمار اجنابي ابو باشر بيبقى فيه سهولة في أثناء التعامل مع الصندوق في انك تتخطاه وبالتالي أثناء عمية العرض وطريقة العرض وتوفير الفرصة وعرض الفرصة وتنوع الفرصة الاستثمارية من برضه كصندوق عندي برتفوليو يعني انت عايز تشتغل تحليط مياه في البحر الأحمر عندي عندي عايز تشتغل محطات كغربة نظيفة موجود عايز تشتغل معايا يعني مشروعات طاقة متجددة في طاقة شمسية فكرة محفظة استثمارية متنوعية يعني هورده سادير استثمارية في العالم خلينا نتكلم بصفة عامة انه بيبقى عندها معايير لحركة الاستثمار البيني عندهم معايير بيقصوا عليها يعني اذا اخش دولة يكون فيها تنوع سنة الاستثمارية اخش دولة يكون فيها استقرار امني وسياسي اخش دولة يكون فيها فكر استثماري هتعامل معاه زي إدارة الصندوق سهلة وابرينا وفاهمنا بنقول ايه فهي خش دولة امني من ده التخارج بالزبط هي دخول وخروج الاموال ده جزء من معايير اللي بيقصوا عليها وبالتالي لما بباقي كل البرتفوليو ده موجود قدامي او كل المعايير دي محققة وبالتالي بقدر ادخل استثمر في الدولة دي لما بستثمر فيها ببقى عارف ان انا بستثمر مع فكر استثماري وبالعكس احيانا بينتج عن هذا الدخول شراكة في استثمار في دولة اخرى في افريقيا ده اللي انا عايز اتكلم فيه فكرة صندوق مصر السيادي قدر انه هو يعمل حكتين في نفس الوقت جذب مزيد من الاستثمارات وفي نفس الوقت يعني ادى فرصة للقطاع الخاص انه يشتغل مع وجود يد بشكل او باخر او وجود شريك للدولة في هذه الاستثمارات يعني لوجود التوازن وليعني انها تكون بتشتغل بما يخدم البلد بشكل كويس كان فيه كلام كتير قوي بيتقال انه حيحصل انحسار لدور الدولة وحيحصل لتخارج احنا شفنا ان بالعكس ده نوع من انواع التشجيع او نوع من انواع تحبم الجزء من المسئولية الاساسية اللي في الاول اللي هي القطاع الخاص ما بيحبش يستثمر في حاجات بتضيع وقت يعني هو الدولة اخدت او صندوق سياسي اخد العاطق عليه انه هو يدفع الفنوز في الاول اللي بتضيع وقت ويتحمل لجزب مزيد هشرح حتة مهمة جدا يعني برضو احنا هرجع بس بحاجة يمكن بعد اعلاميا لا مخدش حظه هو احنا نختار لنش العجلة صندوق الصندوق السياسية في العالم موجودة بس احنا دايما عندنا يمكن 120 صندوق حوالي العالم دايما بنعلي من الحاجة لا الفكرة كلها في الاستثمار البيني العالمي بالفكرة السنديق ده فكرة مش اختراع يعني او مش احنا يعني زي ما الناس بتقوله وبتردد انه ده بيعه ده خد مدنيش مدخنيش ده يدخل لا الفكرة مش كده عندنا فرص عامل توفارت عندنا درايب حتى الدفع عندنا حاجة كتير الاول هي تعظيم الاستفادة من اصل الدولة يعني حضرتك النهاردة كل اللي انا عايز اقوله عشان نوضح الكلام ده اسقطاته فين في الاخر هي تنعكس على اعادة استغلال اصول الدولة بادارة استثمارية مباشرة حتى يعود نواتج التنمية وهو ده اللي هنختم بي حتى تعود نواتج التنمية على هذا الشعب يعني ما ينفعش احنا ندي فرصة للقطاع الخاص وبرضو سندوق المصر السري يتعامل مع القطاع الخاص لكن في النهاية احنا الاتنين لدينا هدف واحد هو تعظيم الاستفادة من الأصل لخلق اعلى عائد ربح للدخول الى استثمارات وفرص عمل وتقليل بطالة وفتح افاق لفرص العمل وتوسع في الاستثمار من اجل هذا الشعب لكن لو انا سبتم مباشرة للقطاع الخاص مية في المية ما هواش صح ولو شبتم من جلس للأصول كلها وبدون اقطاع خاص مش صح ولو انا وقفت وتفرقت مش هعظم من مواردي بالزبط مش هأمن مستقبل الاجيال اللي جاية فاذا نحن نسير على الطريق الصحيح ويقول من يقول شاء من يشاء في النهاية انت واثق من خطواتك طبعا وبتعمل فكرة مش بتخترق العجلة زي ما بيقوله هي موجودة في العالم ككل على اي حال احنا بنشكر حضرتك دكتور يوسري الشرقية والخبير الاقتصادي شرفتنا في صباح الخير مصدقون تضيف عزيز علينا شكركم شكرا جزيلا